ترأس الدكتور مصافة مدبول اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث ونقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل الهامة واستعرض مدبول نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة سانتا كاترين ضمن جولة شاملت أيضا عدد من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء بمدينتي طابة ونويبع وأوضح أن زيارة سانتا كاترين شهدت متابعة سير العمل بأبرز مكونات مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام والذي يستهدف تعظيم الاستفادة الكاملة من المقاومات السياحية التي تحظى بها المدينة وإبراز مكانتها التاريخية والدينية